السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمهورنا الرياضي مرحبا بكم اينما كنتم وحيثما وجدتم دائما في قناتكم كالعادة بداية اهم شيء بلا منوصلكم ذكر الله والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم اهم شيء وندخلوا مباشرة في الموضوع لكن ما تنسوش لما كنتوش مشتركين الضغط على زر الاشتراك تفع زر الجارس ما تنسوش لايك للفيديو بش نوصلك لأكبر عدد ممكن من أنصار منتخبنا الوطني الجزيري لأنه هناك اخبار مفرحة يعني بارابورا الاخبار تعالبارح اللي كنا نوعا ما نرفزين بسبب يوسف عطال على كل حال نتدخل في اول خبر متعلق باسماعيل بن ناصر كما لابلكم في الظرف 48 ساعة فقط تغيرت جميع المعطيات بعد ما كانت اول مشاركة لاسماعيل بن ناصر ستكون يوم 17 ديسمبر ومع فارق الرديف ليس فقط مع فارق ميلان الا ان اليوم ديمارزيو واستيفانو بيولي يفرحان الجميع وانا اولهم على كل حال نبدأ بوشقال ديمارزيولي هو صحفي مهتم بشؤون الكاتشو الايطالي الذي يؤكد عودة بن ناصر اسماعيل قبل الموعد المحدد حيث تواصل التقارير الاعلامية الايطالية تأكيد موعد عودة لعبنا الدولي الجزائيلي اسماعيل بن ناصر قبل الموعد المحدد حسب برنامجه اقول التأهيل اللي يمشي بشكل سريع جدا ويعطي في نتائج مبهرة شوفوا يعني كما احنا نقولوا مراكز التكوين ومراكز التأهيل الاجنبية كيفاش تخلي اللاعب دائما في فورما عالية وكيف يسترجع مستوى في غرف قياسي اما نحن في الجزائر لو يصاب اللاعب يعني كما احنا نقولوا بالعامية قرالي السينيغالي على كل حال وحس ما كشف عنه اقول لكم الصحف الايطالي جيالولكا دي مارزيو تقم تعرفوه اكيد بلي هو صحفي موثوق يعني نصنفوكي ما فابريزو رومانو والباقية على كل حال حتى بيولي يأكد ذا الكلام لي هو مدر ميلان قال اه على موقعها الرسمي عشية يعني البارهة فقط يعني في الليل قال ان موعد عودت بن ناصر بعد اسبوعين فقط واكد دي مارزيو في تقرير ان بن ناصر دخل في التدريبات الجماعية مع ميلان منذ اسبوع لكن ادارة ميلان او الاخبار اللي رهم احنا نقولوا مهتمين باخبار نادي ميلان ام يقولوا انه رهم مع فريق الرديف ما فهمناش اين هو هنا ام هنا لكن على العموم كين صور تثبت انه مع الفريق الاول لكن ندري علاش الاعلام الايطالي او المهتم باخبار ميلانو محبش يدكلاري انه يقدر يلعب مع المتخب الجزائري هذا هو السبب انا في رأيه ليش خبه هذا الامر لكي جمال بالماضي ان يحطوش ضمن التشكيلة لكن الحمد لله الامور اطافت الى الصلح لانه صراحة في الاول كان ضد مشاركة اسماعيل بن ناصر في الكان يعني هذا كلام يعني رسمي على كل احد دي مارزيو وش قال في تقريره ان بن ناصر دخل في التدريبات الجماعية رسميا مع ميلان منذ حوالي اسبوع يدر بشكل عادي وقال وسيواصل التمرن مع الفريق الاول الاسبوع المقبل وقد يعود الى تشكيلة ستيفانو بيولي للمباراة ضد اطلانطا في تسعة ديسمبر يعني الشيء رائع انه لو صح يعود في تسعة ديسمبر يعني رسميا يكون في المتخب يعني عندك شهر منافسة ما بين مع المتخب مع النادي هذا الشيء رائع بالنسبة لي نحنا كجزائريين الحمد لله على كل حال طرنتم رأيكم في التعليقات لانه الادارة مايش حاب يروح ميلان مايش حاب يروح يروح بن ناصر لكن نحن نريد اسماعيل بن ناصر نجوز الى خبر اخر مهم حباب نخوتنا وخبر مفرح متعلق ذلك المرة بمدرب دورتموند الذي اخيرا يشرك رامي بن سبعيني على الجهة اليسرى وبشكل اساسي المباراة للتلعب اليوم على كل حال راهي مبقاش بزاف تلعب نستجل في هذا الفيديو تشكيل راهي امامي على كل حال الجزائري رامي بن سبعيني ولا ابن لابن الدولي الجزائري رامي بن سبعيني يعود الى تشكيلة بوريسيا دورتموند الاساسية لمواجهة فريقه السابق بوريسيا مش لقلت باخ وكم تمنيت ان يبقى في هذا النادي صراحة لانه كما احنا نقول وقتها اكثر من اساسية اكيد في الظرف عام او قائد فريق بدأ بلا منازع دورتموند الفرقة الكبيرة لازم تكون صح في المستوى ويلعب مليح لا ادري علاش الاعلام صاخط عليه هو مدرب انتعو يقول كلام لما يشرفوش هو كمدرب ما فهمناش على كل حال احنا وشي همنا قبل كان عودة المنتخب او عودة لعيبينا المعنيين بالمشاركة في الكان إلى التشكيل الاساسي على كل حال الحمد والله رامي بن السبعين على الجهة بيو سراحنا هذا وشي همنا نجوزوا الآن حبابنا خوتنا إلى خبر آخر متعلق لكن خليني قبل أكدلكم ستيفانو بيولي وشقار قبل باش دعم دعمه كلامنا أنه بن ناصر سيعود قبل الموعد هو أنه أيضا اتخاذ الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب نادي ميلان الأكيد اللي بيعرفوش هو أيضا تطرق إلى جديد الوضعية الصحية للاعبه الدولي إسماعيل بن ناصر وفي مؤتمر صحف نشطه عشية مواجهة فريقه ميلان اللي يستقبل فيه نادي في يورونتينا في المطور الإيطالية اللي كانت لرهي اليوم يعني والبارح كندوى الصحفية قال هو البارح شفت ندوى الصحفية واليوم أيضا كندوى الصحفية لقبل المباراة على كل حال الندوى الصحفية اللي تعالبارح اتطرق فيه إلى هذا إلى هذه المعلومات وقال أنه إسماعيل بن ناصر سيعود بعد أسبوع من الآن هكذا قال على كل حال سمى إن شاء الله العودة مضمونة نختم بالنجوم المنتخب الوطني الجزائري الذين يتضمنون بشكل منقطع النظير بخصوص لابن يوسف عطل لو يتعرض إلى حملة شارسة لا تشرف الفرنسيين لا تشرف الدولة الفرنسية على كل حامل البكري هما عنصريين وهما أكثر من عنصريين بل هما الديمقراطية عندهم إلا في قضية الشواذ شواذ المتحولين هذا عندهم الحرية لكن في القضايا العادلة لا ما كاش ديمقراطية وإنما كين مصالح مشتركة ما بين كين السوس وخيرانسا على كل حال العديد من اللائبي المنتخب الوطني الجزائري يعني نشروا صور على صفحتهم في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمنون فيها مع زميلهم في المنتخب يوسف عطال في ظل الحملة الشارسة التي يتعرض لها في فرنسا منذ دعمه للقضية الفلسطينية للأسف كيف أصبحوا يخلطون الرياضة بالسياسة وقوالي الفيفا واضحة لكن قوالي الفيفا تطبق إلا فقط على العرب والمسلمين لا تطبق على غير المسلمين وكان موقع قلنا نسمة الباريحة قد أكد اليوم الجمعة أن الشرطة الفرنسية اعتقلت يوسف عطال لينشر لائب المنتخب الجزائري صورا تعبر عن دعمهم الكامل ليوسف عطال والصور الكامل راهي أمانكم على كل حال بالتوفيق ليوسف عطال بالتوفيق للاعبين في مختلف الدوريات إن شاء الله الكل يصبح ينافس على المكانة الأساسية وإن شاء الله الكل يقدم مردود رائع حيث باش يجو للكان في فورما عالية لأنه صعب جدا أنك تواجه في كأس إفريقيا في عطوبة عالية الحرارة الحرارة عالية أرضة ميدا لا تخدم بتاتا وتتكون بعيد عن المنافسة صعب جدا لذلك حب الأخواتنا نتمنى وكل خير للمنتخب تناريكم في التعليقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة